شاشة تعقنات النادي الأهلي مباراة كبيرة شو التاني استمرار الأداء الجيدة اللي شفناه في مباراة الجونة الإسماعيلي المقولون العرب شو التاني انت الأقرب انت الأفضل انت الأحق النهاردة انك تفوز بالتلات نقاط يعني الحمد لله طبعا طبعا يعني الحمد لله برضو النتيجة مش لحد كبير مقبولة جدا في الأهداف اللي انت عايزها والمرحلة اللي انت فيها الحقيقة شباب يشكر يشكر جدا جدا يعني ما تستهونش أبدا انت تبقى عليك كمية مش عايز أقول ضغوط لكن حسابات يعني فرقة عندنا شغر عمار حمد الشوث التاني هو اللي موجود في الفرقة بقي كله عشرين سنة يعني انت لو بتراف فرقة القطاعات ممكن يبقى اللي بينزل من عندك ممكن يبقى أكتر من اللي كان موجود يعني لكن بشكرهم جدا النهاردة يعني بيثبت أو بتثبت الرؤية ووجهة النظر اللي واحد دايما مؤمن بيها ان الشخصية دايما بتعود حاجات كتير جدا جدا الروح والإصرار بتعود حاجات كتير جدا العزيمة والإصرار والروح اللي بيقدي بها اللعيبة بتعود حاجات كتير جدا لعيبة سبعتاشر وثمانتاشر وعشرين سنة منهم الناس أول مرة تلعب معنا في الدرجة الأولى ويمكن بتتمرن الأول مرة من حوالي سبع تمنى تيام يعني فبشكرهم جدا أدوا مرحلة رائعة جدا جدا في فترة صعبة مع الناس بتلعب بالتيم الأساسي كله قدامهم في المسابقة مش ماتشودي برضو ما فيوش الحسابات اللي هي ممكن تبقى بتدفع بتلاتة واربعة وخمسة وسبعة بتمر بظروف في الشوت الأول يعني إصابة حسام حسن وقبليه كان إصابة محمد محمود في الشوت الأول فكل دا أنا بشكرهم عليه الصراحة يعني أدوا أدوا تلات مباراة في منتهى الجمال مباراة كانت برضو فيها إطار حماسي جديد جدا فيها يعني إصرار وفيها عدم خوف يعني هو دا اللي الواحد كان مستنيه وبيأمل أن هو يستمر على طول كابتن سيد الجونة الإسماعيلي المقاولون العرب كل اللي اتفرج على ناشئة الناد الأهلي وفي الأستوديات التحليلية اتكلم على شقين قالك الشخصية اللي عند لعبة الناد الأهلي والجدية اللي شفناها على وجود اللعبين أكيد دي منعكسة من الجهاز الفني يعني خلينا نقول بس المدرسة بتاعت الناد الأهلي المدرسة بتاعت الناد الأهلي هي أول إنتاج ليها وأول تخرج ليها هو الشخصية يعني هتطلع بلعبة كويسة بالتأكيد هيجيلك لعبة كويسة بالتأكيد مش هتبزل مجهود كبير أو خرافة على فكرة عشان تجيب بمهوبة هي بتجيلك أصلا يعني المهوبة هيتمنى إيه يلعب في غير الناد الأهلي يعني لو جاي من الصعيد مصر ومن أريف مصر أو زينا زي أي حد يعني حلمه اللي بينام ويصحى عليه هو نلعب في الناد الأهلي فالمهوبة موجودة لكن الشخصية هي اللي بتبقى محتاجة دراسة جديدة جدا خلينا بس نقول أنا بشكرهم جدا وبتمنى لهم يا رب دايما لاستمرارية كده لنت وصلت الخطوة لازم تستمر عليها لازم تشتغل عليها لازم تبقى عارف كويس قوي أن انت أدوبك فتحت الباب كده محتاج أن انت تخش بقى وتعمل شغل كويس يعني كابتن سيد عايز أسألك سؤال بلسان الجمهور كاس العالم الأندية عندنا مباراة مونتيري يوم 5 فبراير نهاردة خلاص 21 متبق مبارتين العيبة الأسسية إمتى هنشوفها ده سؤال الجمهور بيسأل عندنا فاضي المواجهتين أمام السموحة أمام البنك الأهلي استعدادكم للمرحلة دي إزاي كل المجموعة تبقى موجودة المواجهة اللي جاية إن شاء الله إن شاء الله الاستعداد بقى المباراة المونتيري المكسيكي وأكيد كابتن سيد وطموحك كواحد من أفراد المنظومة الهلوية نفس على كاس العالم الأندية وده حلم المباشور على كابتن سيد يعني بتأكيد يعني مهم جدا أن أنت تبقى رايح بها هداف ومهم جدا أن أنت تبقى بتشتغل عليها ومهم أن أنت تحضر لها لكن أقول أن أصر التوفيق أصر مهم جدا نهاردة مثلا على سبيل المثال ممكن شوت الأولاني دنيا بعيدة سنة لكن برضو كان فيها حماس شوائية شوت الثاني دخلت بهدف وانضيعت بنالتي جبت جول في آخر الماتش هذا عنصر برضو مهم جدا فمعاك في كرة القدم أني يبقى معاك عنصر توفيق لأن من غير عنصر توفيق الدنيا متبقى صعبة يعني دايما تقول لنا في كل لقاء أن كرة القدم كل يوم بتدينا درس خروج غانا خروج الجزائر وكانت الفرق المرشحة الأولى للبطولة لسه الدروس مستمرها في كرة القدم طبعا يعني هي هتجيب منين يعني هي زي الدنيا بالظبط كرة القدم زي زي الدنيا بالظبط ما فيهاش حاجة هتتغير لا فيه حاجة هتتبدل ولا فيه حاجة هتتغير لأن هي هتجيب منين يعني هتجيب قصص منين هي هي هتلاقي ولد طالع زي الفل وتمام التمام وموهبة جبارة ومستوى ممتميز جدا تلمع على شلة ما يعلم بها لربنا دماغه ضربت ما قدرش يستوعب ما قدرش يشكر ربنا عن نعمة اللي هو فيها ضاع مع الرجلين خلاص خلصت يعني الكسيناريو ده ما بيكررش كل فترة صغيرة بيكرر ومع ذلك الناس بتقع فيه هي كده يعني هي زي الدنيا بالظبط بتشوف أمثلة قدامك ما بتتعز فتلاقي نفسك في نفس القصة يعني كرة القدم زي الدنيا بالظبط لا بتستنى حد ولا بتقف عند حد يعني لكن اللي عايز أقوله النهاردة برضه عشان أدي كل حاجة رغم أن أنا خدت إنظاره النهاردة لكن أنا شوف أن نادر أمر الدورة أعمل مباراة رائعة كابتن نادر أمر الدورة أعمل مباراة رائعة جدا صحيح لغال أن هدف عن طريق كابتن محمد الحنفي كابتن محمد الحنفي شوف أنها شوف أنها ترتاقي أنها كونش هدف صاحب مصطلح لكن في النهاية أشوف أنه قدام مباراة رائعة على الصراحة هو المساعدين بتوه رغم أن هي مباراة مش عايز أقول كانت عصبية ولا حاجة لكن هو قدم مباراة على الصراحة كلمة مهمة منك كابتن سيد لكابتن نادر أمر الدولة أننا جماعة منصفين في طول الوقت سوائلين أو علين أعمل مباراة كويسة يعني البنالتي كانت بينا أن هي كان ممكن يحسبها يحسبها الأول لأنها الإيد مفروضة أوي ويشوفها من جولة مباراة لكن أنا شوف أنه رغم أنه قدم ينزور لكن أشوف أنه عمل مطش كويس أوي كابتن محمد حالف يعني يعني كنت أتمنى أنه لا ترتاقي أنه ما تكونش ذي لمسيتيات دي وصي الله خير الحمد لله كابتن سيد والتوفي في اللقاء بسينا كابتن عمي